السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله زهير عبادة في بيان اليوم الاثنين انه استنادا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على توجيه وزيرة داخلية تقرر منع سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية او مدنية او حكومية بعكس افتجاه السير واضافة ان المخالف سيعاقب وتعجز المركبة مدة لا تزيد عن 5 ايام استنادا للمادة 28 سادسا من قانون المرور مع فرض غرامة مقدارها 200 الف دينار عراقي استنادا للمادة 25 اولا من القانون العراقي